السعودية تهضر الفرص وبولندا تفوز قدمت السعودية أداء جيدا وأهضرت ركلة جزاء لكنها خسرت 2 صفر أمام بولندا باستاذ المدينة التعليمية في المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم يوم السبز حيث أحرز روبيرت ليفاندوسكي هدفه الأول على الإطلاق في النهاية ومرر ماتي كاش إلى روبيرت ليفاندوسكي لكن الحارس محمد العويس أنقضى الموقف لترتد إلى مهاجم برشلونة الذي مرر إلى جيلينيسكي ليسدد في سقف المرمى في الدقيقة التاسعة والثلاثين وبعد تقدم بولندا بخمس دقائق وصلت الكرة إلى صالح شاري داخل منطقة الجزاء وتعرض ألي تدخل من بي ليك لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب وتدخل حكم الفيديو المساعد ليطلب من الحكم مراجعة قراري ليحتسب ركلة جزاء لكن شيء تينيسكي أنقضت سديدة سالم الدوسري وفي الشوطي الثاني استغل لفاندوسكي خطأ من عبد الإله المالكي في إيقاف تمرير ضعيفة وسدد كرة أرضية في شباك العويس في الدقيقة الثانية والثماني ليصبح رسيد بلادي أربع نقاط من أول جولته ولدى السعودية ثلاث نقاط من الفوز 2-1 على الأرجنتين في مفاجأة مدوية بالجولة الافتتاحية وتلعب المكسيك والأرجنتين بحيث الأرجنتين تفوق على نظيره المكسيكي 2-1 بحيث الأرجنتين مع ثلاث نقاط والسعودية ثلاث نقاط وبولندا أربع نقاط والمكسيك نقطة يتمع ترجمة نانسي قنقر